الإعجاز العلمي في مصر وصل إلى قمته الجيش المصري كشف يوم السبت الماضي عن اختراع جهاز خارق يكتشف مرض نقص المناع المكتسب أو الأيدز ويعالجه كما يعالج فيروس التهاب الكبد الوبائي C اختراع مصري محلي أبطاله ضباط في الجيش المصري كيف؟ الوصول إلى الهدف مبكر والكشف المبكر بأجهزة سيادة العميد اللي اكتشفها سيادة العميد أحمد أمين جهاز مبكر مبكر جدا قبل مضاعفات وندخل في مشاكل فالإز يتفتت ويصبح زي ما بقول برضو في الأمثلة باخد الإز من المريض بغز المريض على إز بادهوله صبع كفتة يتغز عليه باخد المرض وادهوله غزاء وهذا قمة الإعجاز العلمي من هو هذا اللواء الذي يسحب المرض من جسد المريض؟ ويضعه في إصبع كفتة ويطعمه للمريض فيشفى نهائيا تعرفوا إلى اللواء إبراهيم عبد العاطي من يكون؟ تلفزيون الشرق لم يتأخر في التقسي عن حقيقة اللواء بعدما وصف بفضيحة العصر في مصر أثناء البحث حصل تلفزيون الشرق على حلقة قديمة لعبد العاطي بصفته باحثا في الإعجاز العلمي للقرآن الحلقة أذعتها قناة الناس الدينية عبد العاطي ليس عسكريا متدرجا في رتب الجيش المصري ولكنه لواء مكلف أما المستشار العلمي للرئيس المؤقت عدل منصور فأكد أن الرئيس المصري والمشير عبد الفتاح السيسي لم يكن على علم بهذا الاختراع وأن حضورهما لاحتفال يوم السبت لا يعني موافقتهما على ما ورد فيه مشيرا إلى أن الأمر كله مسيء لصورة مصر في العالم لكن هذا الرد لم يهدئ من موجة السخرية التي اشتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فانتشرت الصور الساخرة مما سمي بالاكتشاف اشتركوا في القناة